بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا كرام مرة اخرى طيب خليني يجي هنا هحاول الفايل ده لتاكست بس مؤقت وهقول ان هو نيم وحدي له اي فاليو بس عشان الوقت وهروح على الهوم كنترولر احنا كنا بنرفع فايل هنا في البوست بتاعنا فهوقف ده كله وهاجي هنا اعمل ريتيرن عفوا ريكوست وهو هيجيب لي الال ديتا بتاعتي عظيم جدا حتى الان امورنا تمام طيب لما يجي بقى اعمل خليني اعمل ريفرش ونشوف ادي التاست هعمل ده هيروح هيقول ان معاك قري ومحتاج انك تشوف القري دي عظيم فانا محتاج بقى ان انا اقول له فار دم اعمل لداتا دي عشان نشوف بقى المحتوى بتاعها هيقول لي تفضل معاك التوكن ومعاك خلينا احط له بري ادي البري اوكي بعد كده هعمل ريفرش حنشوف مرة تانية التوكن بتاعتنا فبالتالي التوكن كده اصبحت جهزة لكن غير مستخدمة حتى الان فبالتالي انا ممكن اجي هنا ليه الفورم بتاعي خلاص طيب هبدأ بقى اشغل دي عشان نجيب لي الكونس ركتة عظيم هنا بس الاول خلينا اقول ان هي هنا بتريتيرن سترينج واجي هنا مرة تانية حط دوكمنت ايها دي الدوكمنت واقول تو جينيريت ان يو سي سانية واحدة ان يو سي ساريف توكن كي عظيم او توكن فقط وهنا حنهاندل التوكن بتاعنا هقول اه تو هنا هو تو هاندل ذا اند شك ذا سي ساريف توكن ونقف على كده فلو روحت على ديتا فورم وقفت انا الجزء ده وجيت هنا خلينا اقول كده ان انا هوقف التوكن المفاوض ان انا هرجع وهعمل ريفرش هتيجي التوكن مش هتبقى موجودة وهيجيب لي النين بس عظيم تعالا بقى نشوف انا هشغل استيساريف توكن صحيح هبدأ اروح للكور هجيب استيساريف توكن بتاعتي وهروح للكور في الاب اد الكور وهشغله هنا از ان هو كلاس وهجيبه هنا كامل زي ما هو كده هجي هنا هشيل بقى كل الكلام ده هقول ان هو كلاس وهجي هنا حط ستلاش او باك ستلاش طيب حتى الان هنيجي بقى نقول تعالى نعمل ضم فار ضم واجي هنا هقول هتلي السيشن جيت السيساريف توكن صوري بالشكل ده فبالتالي لما اجي اعمل ريفرش حيطبع لي هنا ايه قال ان سند راوتر ديتا هنا مش موجود طيب خليني هنا احنا عملنا ايه احنا فيه اكسيبشن بسبب الفار ضم اه عشان السيشن محتاجة استعدعيها طيب واحنا كنا عاملين قبل كده هالبر اسمها السيشن انا ما اعتقد اه السيشن ما عملناش طيب مش مشكلة خلين نرجع هنا مرة تانية نعمل ريفرش ونبص هنلاقي الكيب بتاعنا جاه هو 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 ما بتغيرش وزي الفل اذا لما اجي بقى اقول له ان انا محتاج اجيب الريكوست اللي هيكون بشكل دائم عندي على اي فورم اسم توكن توكن بالشكل دائم هنا التوكن دي هترجع لفاديها نركز مع بعض هنلاقي ان ايه هنا التوكن فطبعا اه عفوا هنا الريكوست مش هيجي لان حيبقى فيه ايرور هنا فمحتاجين بقى نقول له اوكي هي هنا عاملة الريكوست دا طيب عزيم خليني اجول اجول اف اني انا عندي اف ان انا عندي الريكوست انت ان الريكوست دا بيساوي يساوي السيشن اللي احنا اعمل لها طيب خلينا اتأكد منه ان هو سيشن عفوا سيشن از انه هو فعلا بيساوي التوكن وكمان الديتا طيب بتاعته فهقول له خلاص ان انا هقول له اف نوت يساوي اف نوت يساوي يساوي عشان اجي هنا اروح اعمل داي واقول في داي انفاليد سي اس ار اف توكن خلاص واقف على كده طيب تعال نشوف المفروض ان انا عندي انكوجد الريكوست جيت لابد ان ايه يترجع سترينج او نل اه لا نل اه المفروض ان اترجع سترينج مش نل فنرجع بقى للريكوست هنا بقى للمشكلة هنا هنا بيترجع لسترينج طيب انا ما مرجع هلك برضو سترينج مرجع لك value سترينج طيب نرجع تاني نبص كده قال لي ان ايه لازم ترجع data او بيانات من نوع سترينج طيب طيب مشكلة عندي اه هنا صح ال default اه مفروض ان انا بقى اقول له f else f اوكي اوكي طيب احنا بقى هنسبنا من القصة دي خالص وهاجي هنا لان انا بقى اعمل تشيك ان الجزئي دي تمام ونفهاش اي مشكلة اه هنا هقول له f ان ال default كمان not empty ال default not empty else ان هو رجع لي في ال return في الاخر السترينج دي يعني دي كانت مشكلة عندي انا مشو اخد بالي من error تحت انا عناي فوق هنا مش ببص تحت على error طيب مش مشكلة فكانت حلت تعلم بص كده قال لي ايه قال لي ان امتزت فهنا في بقى مشكلة حصل التوكن هنا الشرط بتاعي ما تحققش طب ما تحققش ليه نبص هو قال لي if not empty request لأ هنقول empty or ان ال request ده لا يساوي ال session دي يعني واحدة من الشرطين دول هتحققوا فبالتالي اول ما اعمل كده هايقول لي invalid safe token ويعمل لي die فهنا دي بقى الحتة فممكن هجي يقول له log بقى خلاص هجي هنا هقول له log وهقف على كده هقول له هنا throw throw new log class طيب تعال بقى نبص يلا حلو invalid safe safe token وكده الامور اصبحت زي الفل وما فيهاش اي مشكلة وهنا قال لي اني عندي ال route ده مش موجود فطبعا هو بسبب بس الايه الجزئية دي بسبب ال error ده فالمفهود ان احنا نهاندل جزئية ان this route not found ولكن اقف على كده ونكمل مع بعض ونيجي نشوف هنرجع هنرجع هنا لل data form وهشغل بقى safe safe token بتاعتي اللي انا هبعتها مع الفورم فبالتالي لو رجعت عملت refresh هنا قال لي okay اه كده الشرط هيفضل شغاله مفيد ان انا نشغله على ال post مش هشغله في اي حاجة وخلاص فه هيفضل شغالة عندي بشكل مستمر ودي مشكلة كبيرة جدا فممكن نشغالة مع زي فكرة ال dispatch ان حالة ال request بتاعت تكون زي ما احنا عملنا هنا في ال application dispatch بتاعي نبص عليه كان بيجيب السيرفر request method هقول له اف كانت post طيب فبالتالي هارج على السيساري في توكن هحط الشرط ده كده اف ان دي تسوي تسوي البوست وهاجي هنا هقوله دي عشان لو جيالي فيما بعد طيب وتبقى كده شغالة فقط على اد الجزئية بتاعت فقط طيب عشان ما نفضلش يديني ال error ده على طول طيب نرجع بقى لل data مرة تاني نبص هلاقي نبص في بتاعتنا بفوض ان انا رجعت بقى كده هنا السيساري اف امبوت اهو وزي الفول ازا هبدأ باعمل send بعتني وودالي ال request بتاعي بالسلامة وما تحققيتش عندي ال throw exception وبكده يكون خلصنا السيساري في توكن واتمنى تكون انت استفدت من ورا الموضوع اقرأ كويس عن random bytes والبين تو hexadecimal او hexadecimal وافهم ايه هو السداسي العشري هي فكرتها سهلة ويعني حاجة زريفة جدا يعني هي 16 رقم بيتم اه اه انشاء منهم serial بشكل عشوائي ممثل في سداسي عشري وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته